موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم الى نشرة الاخبار يقرأوها على حضاراتكم مختار الفقيه والبداية بابرز العناوين مقتل ام وطفلتيها بانفجار لغم حثي مموه على شكل انبوب ماء في الحديدة مجالس عزاء الشيخ صادق الاحمر واحدية الشعور اليمني وامتداداته الاقليمية والدولية موسيقى استهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم اكد المرصد اليمني للالغام مقتل ام وطفلتيها يوم امس جراء انفجار لغم حثي مموه بمحافظة الحديدة وقال المرصد ان امرأة وطفلتيها قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموه على شكل انبوب ماء جلبها رب الاسرة الى المنزل للاستفادة منه واشار المرصد الى ان رب الاسرة اصيم بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم الحثي المموه واناشد المرصد السكان في كافة المناطق التي شهدت مواجهات خلال الفترة الماضية بعدم لمس او العبث او التعامل مع اي اجزاء مشبوهة حتى لا تتعرض حياتهم للخطر اصب يوم امس المواطن عبد فرحان برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الارهابية غربي مدينة تعز وقالت مصادر محلية ان المواطن عبد فرحان اصيب برصاص قناصة ميليشيات الحوثي بمدرية جبل حفشي غرب المدينة ولاحد الماضي اصيب طفل برصاص قناصة ميليشيات الحوثي بجروح بليغة في منطقة الشقب شرقي صبر الموادم وتواصل ميليشيات الحوث الإرهابية استهداف الأحياء السكرية في تعيس بشكل يومي واستصمت حقوقي ومحلي ودولي بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هاتز جرنبورغ يوم أمس مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود تجديد الهدرة في اليمن وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان إن الجانبين بحث آخر التطورات في اليمن والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدرة والعمل نحو تسوية سياسية من جانبها قالت الخارجية العمانية إنه جرى تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتحقيق السلام في اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار عبر عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف اليمنية ودعم المجتمع الدولي بدأت ميليشيات الحوث الإرهابية يوم أمس في محاكمة أربعة من نشطاء مواقع التواصل لاجتماع المختطفين منذ أسابيع بتهمة إشاعة الفوضى والأخبار الكاذبة ودعوة الناس إلى الخروج واقتحام الوزارات وعقدت المحكمة الجزائية المختصة الخاضعة لجماعة الحوثي في أمانة العاصمة عقدت جلستها الأولى لمحاكمة كل من أحمد حجر ومصطفى المومري وحمود المصباحي وأحمد علاو وقال المحامي عبد المجيد صبرى على صفحته في فيسبوك إن المختطفين أنكروا ما نسب إليهم منتهم وكانت ميليشيات الحوثي شنت أواخر ديسمبر الماضي حملات في صنعاء اختطفت خلالها النشطاء المذكورين بعد انتقاداتهم الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد واستمرار الميليشيات في النهب وجباية الأموال دون تحمل مسؤوليتها في توفير الخدمات وتحسين أوضاع الناس الاقتصادية قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها رصدت نزوح ثلاثمائة وثلاثة وخمسين أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت أجبر معظمهم على مغادرة بنازلهم بالقوة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية ووضحت منظمة الهجرة في تقرير إن مخاوف السلامة والأمن نتيجة النزاع كانت السبب الرئيسي للنزوح تليها أسباب اقتصادية متعلقة بالصراع وعشار التقرير إلى أن معظم العائلات نازحت في الأيام الخمس الأولى من يناير الجاري مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي أمرت الأسر المحلية من خلال مكبرات الصوت بمغادرة منازلهم بدريعة قربها من خطوط المواجهة النشطة أجرى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح يوم أمس اتصالا هاتفيا بالشيخ هاشم بن عبدالله بن حسين الأحمر عزاه من خلاله في وفاة الشيخ صادق الأحمر شيخ ما شايخ حاشد وأعرب العميد طارق صالح عن أحر التعازي وصادق المواسى بهذا المصاب الأليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبراء والسلوان من صنعاء إلى حضر موت ومن مأرب إلى عمان ومن اسطنبول إلى الرياض امتدت مجالس العزاء اليمني في رحيل الشيخ صادق الأحمر أسكنه الله فسيح جناته امتدت مجالس العزاء في رحيل الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر في عدد من عواصم المحافظات اليمنية والعواصم العربية والإسلامية داخل اليمن تجسرت مجالس العزاء امتدادا من صنعاء فمأرب فحضر موت في اتشاج فريد يعكس واحدية الشعور اليمني رغم تشضيات الحرب ونزاعات تشطير الجغرافية الداخلية ومعوقات الاتصال الأهلي البيني وبالتالي جسدت مجالس العزاء في الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر داخل اليمن سلامة اليمن الواحد من صنعاء إلى حضر موت من عوارض المرحلة الحالية التي انفرزت خلالها مشاريع ميليشاوية ليست إلا بثورا على جسد اليمن السليم خارج اليمن وفي عدة عواصم عربية وإسلامية التأم اليمنيون من مختلف توجهاتهم السياسية ومناطقهم الجغرافية ومكوناتهم الاجتماعية القبلية والمدنية في حالة شعورية واحدة تحت سقف مجالس التعزية والموساء في الفقيد صادق الأحمر وترجمت المشاركة على المستويات الرسمية والبرلمانية من الأشقاء في الرياض وعمان واستنبول في مجالس العزاء تقديرا إقليميا ودوليا لآل الأحمر التي لم تغب يوما عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وتجاوز حضور تأثيراتها هدود المحلية ورغم ما أحدثته المسيرة الحوثية من تشرخات داخل القبيلة اليمنية جاءت مجالس العزاء في الشيخ صادق الأحمر لتذكي ثورة وعي مدني يقدر شعبيا قيمة القبيلة ويعتد بها في السياق ذاته يعول هذا الوعي المدني على إرث القبيلة الجمهوري المتكرس في ظل زعامة رموزها المناضلين من مشايخ الأحمر نحو التصدي بقوة وحزم لكل مخططات تفكيك البشروع الوطني ومكتسبات ثورته السبتمبرية ونظامه الجمهوري وصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية حملة نهب أراضي المواطنين في مدرية بن مطر بحماية قوة عسكرية حوثية وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي شرعت في بناء سور كبير على أراضي ومساحات واسعة استولت عليها بالقوة في بني مطر غربي صنعاء في ظل حملة تضم خمسين طقما عسكريا ومعدات ثقيلة وأوضحت المصادر أن الميليشيات بعد أن استولت على نحو ألفين ومئتي لبنة من أراضي المواطنين في قريتي بيت المعقلي وبني الجهلال بمدرية بن مطر انتقلت للسطو والاستيلاء على نحو ألف لبنة من أراضي السكان في قرية بيت عبيد وقرية شعبان عزلة البروية بالمدرية ذاتها وأتأتي حملة نهب الأراضي تحت غطاء ما يسمى باللجنة العسكرية التي يقودها أبو حيدر جحاف وأبو علي الشامي وفق نهج سلالي خبيث أحالت ميليشيات الحوث اللواء الأخضر إلى ساحات للجريمة والدم والنهبة والإتاوات الآثمة في محاولة منها لكسر إرادة المجتمع وإجباره على القبول بعنصريتها المقيتة لكنها كلما ظنت أن الأوضاع صارت مواتية لها هبت رياح الإرادة المجتمعية بخلاف ما تريده الجماعة المارقة بأيديهم يحرق الحوثيون اللواء الأخضر وبجرائمهم يغرقون إب في الدماء ووفقا لمخطط مدروس تؤجج الخلافات وتثار المشاكل بين أبناء المحافظة ويروج لمشرفي صعدة باعتبارهم أصحاب الحلول والحلول القادمة من صعدة تبدأ بحيازة الأراضي وإحلال العناصر الميليشاوية وأسوأ من نهب الأموال والعقارات الإذلال المتعمد والاعتداء الممنهج على كرامة الناس وحقوقهم وحرياتهم ليصبح لسان حال كل يمني في أب متى نستيقظ من هذا الكابوس تساؤل يبدو أصحابه يجهزون إجابته بأنفسهم على نار هادئة وذلك ما أفزع الحثيين الذين سارعوا لإرسال ابن عم زعيم الميليشية لامتصاص الغضب الشعبي من ناحية والاستكمال المخطط المدروس من ناحية أخرى زيارة ابن عم زعيم العصابة ورغم الترويج لها وتعمد إبراز أبناء إبوة كأنهم يتسابقون لتقبيل يد الكائن الحثي الغريب إلا أنها كشفت عن غضب شعبي وقوده الوعي الذي لم يعد بالإمكان خداعه بزيارة قاتل للتغطية على جرائم زملائه القتلة فأبناء إبوة لم يروا في الزيارة سوى طريقة التعامل مع محافظتهم وكأنها مزرعة يملكها الحوثي ويبعث وكيله لتقدير الثمار ومعاقبة العاملين بالسخرة عن التقصير دون إدراك أن زمن الإمامة ولا إلى غير رجعة وأن العائدين بأقبح طائفية إيرانية لن يجدوا عما قريب سوى أرض تشتعل نارا وشعب يكاد يتميز من الغيظة وانتقام يستعيد الحق المنهوب وينتصر لكل مظلوم ويزيل كل هذا القبح عن اللواء الأجمل كرمت الهيات الإدارية لنادي الثلال الرياضي في العاصمة المؤقتة عدن عددا من كوادر النادي الرياضية والإدارية والفنية القدامة الذين ساهموا في مسيرة النادي البطولية الحافلة بالإنجازات والألقاب والبطولات وثمن نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه ثمن جهود الإدارة ومساعيها الطيبة في تكريم كل من ساهم في مسيرة النادي العريق منوها بتاريخ النادي الذي يعتبر عميد الأندية في الجزيرة العربية وبالإنجازات التي حققها في مختلف الألعاب مشاهدين نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين مقتل أم وطفلتيها بانفجار لغم حوثي مموه على شكل أنبوب ماء في الحديدة مجالس عزاء الشيخ صادق الأحمر واحدية الشعور اليمني وامتداداته الإقليمية والدولية في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة